فإذن موضوع الذبيحة هو موضوع الخلاص يعني فالموضوع هو مبادرة إلهية يعني الله هو اللي بادر في الموضوع هذا من لاحظه حتى في موسى لما خرج الشعب طبعا من أرض العبودية وبعدين طلب منه الرب أنه يصنع خيمة عشان يسكن فيها وعلى طول ابتدى يتكلم عن موضوع الذبيح في سفر اللويين نشوف في كده اسم لذبيح عديدة المحرقة السلامة الخطية الإثم يعني ذبيح كثيرة ذبيح الأعياد العهد نشوف أنه كثرة هذه الذبائح كلها كان لها إشارات ورموز ليسوع المسيح يعني مثلا في بداية سفر اللويين يكلمنا عن أربع ذبائح المحرقة زبيحة السلامة زبيحة الخطية زبيحة الأسف وبعدين في أصحاح 2 يتكلم عن تقدمة الديق تقدمة الديق باختصار بتتكلم عن إنسانية المسيح الإنسان يسوع المسيح لو إنسان يسوع المسيح بس جه ومشي على الأرض هنا 30 سنة 300 سنة 3000 سنة يقولي أصلا خايدا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس أي وقت يحب يرجع يرجع للسماء تتفتح له وترحب به أهلا وسهلا بس يدخل واحده يخرج واحده بس هو عايز يحللنا مشكلتنا وياخدنا معاه اللي يؤمنوا بي يعني فيبقى لازم يموت فموتوا مشبه بزبائح أيضا في المحرقة ده نصيب الله من زبيحة المسيح المسيح كمان مات اللي كان يشبع قلب الله هذه الزبيحة هي الزبيحة الوحيدة اللي ما كان الكهن يأكلوا لحمة كان يغسلوها يقطعوها يغسلوها يحطوا كل الزبيحة على وكلها للراء فيشتم الله رائحة الصرور والرضا ويرضى على مقدمها يحط يده اللي هيقدامها على رأس المحرقة تنتقل كمالات المحرقة الله يعتبر كده إلى مقدمها وهي تروح تتشوي وبعدين زبيحة خطية المسيح كمان مات لكي ينهي مشكلة الخطية الأصلية الأسام المسيح كمان مات لكي ينهي مشكلة الخطايا الفعلية زبيحة السلامة المسيح كمان مات لكي يثبتنا في علاقة شركة مع الأب ومع ابنه وعلاقة شركة بعضنا مع بعض أساس خموة المسيح لأن دي زبيحة كان مقدمها وكل العائلة الكهنوتية تاكل منها فجوانب متعددة لزبيحة المسيح بس الفكر اللي يملأ قال زهن الرب حمل زبيحة كمانة كل الرموز دي صوة متعددة لأن مش معقولة رمز يفي بالحديث عن الحقيقة فالحقيقة محتاجة أوجه كتير كانت الزلال كمانا لغاية ما جي المسيح تمت فيه كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اشتركوا في القناة